إذن الجزائر الآن ما تريده من إيطاليا أن تظل إيطاليا على موقفها عدم ألا تعلن عن دعم الحكم الذاتي فقط أما قضية أن ندعم المبعوث الأممي وشيء من هذا القبيل لأن الجزائر تعرف تماما أن هذه القضية رح تبقى تستمر لأن المبعوث الأممي سيبقى دائما إذا ألقى قبول عند المغرب يطلع البوليزاري والجزائري فسد الخطة وإذا قبلت البوليزاري بأشياء تطلع الطرف الآخر أيضا يفسد الخطة وتبقى العملية مستمرة وتشكل دائما بؤرة نزيف واستنزاف للطاقة والقدرات بين البلدين بلا أدنى شكل إذن ما تريده الجزائر من إيطاليا أن تظل على هذا الموقف وأن لا تعلن فقط دعمها للمغرب ويبدو أن الاتفاقيات الدبلوماسية الخارجية التي لم يوضحوها لحد الآن على حسب اطلاعي فيها أمور من هذا النوع ولكن لا يمكن أن تكون صفقة بين الجزائر وإيطاليا تقول لهم أن تدروا توقيع على أنكم لا تعلنوا دعمكم المغرب هذا لن يكون ولكن ما يحدث تحت الطاولة ما بين المسؤولين والناس أن ينصقوا قبل هذه الزيارة بلا أدنى شك حدثت الحديث عن هذه الأمور وإيطاليا أعطتهم وعد بأنها لن تعلن تأييد الحكم الذاتي وستبقى على موقفها المؤيد للمبعوث الأممي وانتهى الأمر فهي لن تأييد طرح البوليزاريو ولن تأييد مقترح المغرب فقط ولكن الأمور هذه لن تدوم ولن تطول كثيرا شافنا أقبل رئيس الوزراء راح للجزائر وداروا اتفاقياته غازه ومش نعرف وكيفاش جاء لكن إذا اتطور الأمر وصار أن الاتحاد الأوروبي سيحسم أمره بما يدعم المغرب فهنا إيطاليا إذا كثرت تحتفظ بهذه الشيء وتبقى دائما في إطار سربها الأوروبي لذلك الأمر غير مضمون ولن يطول في ظل ما يشهده العالم من تحولك أنا أعتقد بأن مفتاح هذه الزيارة والتي جاءت بدعوة بدعوة من تبون تدخل في هذا الإطار على الأقل الجزائر بالنسبة لها خسرت إسبانيا رغم الغاز الذي يضخ بأقل من سعر التكلفة إلى إسبانيا ها هي الآن تريد عبر الغاز على الأقل أن تحافظ إيطاليا على حياديتها وستحاول مع أيضا البرتغال وبعض الأطراف الأخرى وطبعا لن يضرها شيئا وهذه الدول عندما تقول نؤيد المبعوث الأممي أمريكا أيضا تقول ندعم المبعوث الأممي في نفس الوقت تقول نحن مع مغربية الصحراء دول كلها التي تؤيد مغربية الصحراء تقول ندعم المبعوث الأممي المغرب بحد ذاته يدعم المبعوث الأممي أين؟ والمبعوث الأممي راح يدخل في مستنقع من الرمال المتحركة الله أعلم إلى أين ستذهب به